ويشوفون التوجع الوليادات والإحبيبات ها؟ لأنه والله أنا معي معي استخدام العنف ضد الحرامية والسفلة والساقطين والساقطات بقى تعدي آخر الأشياء أريد أختم بها هذا الملف أريد أسالف على قضية المخالفات اللي أدت إلى فشل عمل المنفذ يعني أريد أسوي لكم خلاصة وما صارت بها مطابقة لأنه شون الطابق شون الطابق؟ ما تقدر الطابق لأنه أنت ما عندك نظام أكسل وما عنده الآن عندك فرق كل الشبير الشيء الملفت للنظر أنه ما تم تكليف مدراء الشفتات يعني ما تكلفه من ذوي الخبرة اللي يعطيهم عمل مصرفي منفتد حول منفذ ليش اكتفيته بموظفين أو خليته مسؤولين شفتات أكثرهم من الإدارة العامة لا مشتغل قبل مدير فرع ولا مشتغل معاول مدير ولا مدري ليش ما كلفته محاسبين أيضاً ناس عدتها كفاءة وناس عدتها خبرة ومشتغلة بالمنافذ حتى تقدر تسوي مطابقة يومية بموجب السياقات المتبعة من قبل الفروع ليش ما سويتوها يا سعادة يا دولة يا معالي المدير العام ليش ما فعلتوا نظام الأستاذ العام في المنفذ وجبتوا موظفين أعطهم خبرة وأعطهم كفاءة يشتغلون على الحاسبة على حاسبة الأستاذ العام أنت تعرف معنا الأستاذ العام حتى يقدر يرحل العمل اليومي هل قد بعنا هل قد سوانا أو حتى هل قد نبقنا ليش ما سويتوها ما أنا حتيت بيها ما أنا قلت بليارات ببيوقة ليش خليتوا المنفذ يشتغل بشكل يومي مستمر لمدة 24 ساعة بدون توقف أكو واحد يشتغل فلوس 24 ساعة وما يسوي مطابقة بين المصروف وبين الإيراد هذا كله وين راح وين انعكس انعكس بالخراب وهجمال البيوت على عملية التطبيق ولذلك صارت عمليات تلاعب أو فوضى وهي مقصودة مقصودة هذا التحقيق الإداري توصل إلى هذا لكن بأسر الولد لما يرحون للمركز أو للنزاهة ويشوفون التوجع الوليادات والإحبيبات ها لأنه والله أنا معه معه استخدام العنف ضد الحرابية والسفلة والساقطين والساقطات اشتركوا في القناة